اتهم الرئيس والتونسي قيس سعيد مساء الخميس أطرافا لم يسمها بالعمل من أجل تأجيج الأوضاع بشتى الطرق وتبني مشروع السلطة المرتبطة بالمال الفاسد جاء ذلك خلال استقبال السعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج وفق بيان للرئاسة التونسية وقال السعيد إن الكثيرين يعملون من أجل إفشال أي مشروع لأن مشاريعهم الوحيدة هي السلطة المرتبطة بأحضان المال الفاسد والعمل على تأجيج الأوضاع بشتى الطرق رغم علمهم بأنه لا صدى لما يقولون ويفعلون على حد تعبيره وتبع أن تونس قادرة بفضل إيمان شعبها في استقلال قرارها وفي سيادتها على أن تسمع صوتها للكثيرين ممن يبحثون عن اللبس والتشكيك ترجمة نانسي قنقر